اشتركوا في القناة كانت زمزم قد وضعت فيها بعض كنوز الكعبة وطمرت حين استحلت جرهم حرمة البلد الحرام ويبدو ان معالم زمزم قد اندرست ابان النزاع بين جرهم وخزاعة للسيطرة على مكة واصبح بني هاشم يعانون في جلب الماء من الابار المحيطة بمكة ولسيما في اوقات الحج بتوفير السقاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام نظرا لان بني هاشم كانوا يتولون شؤون السقاية والرفادة وهما من الوظائف والتنظيمات العديدة التي استحدثها قصي بن كلاب لتنظيم شؤون امارة مكة وخدمة البيت العتيق وقد عانى عبد المطلب الكثير من المشقة في توفير المياه للحجيج ولم يكن لديه من الاولاد الا ابنه الحارث فرأى في منامه من يهتف به ويأمره بحفر زمزم وقد تكررت تلك الرؤية قدة مرات وحدد له الشخص الذي رآه في المرة الاخيرة موقع زمزم وصرح له باسمها فشرع في حفر زمزم حتى ظهر له الماء فنازعت قريش فيها وقرروا الاحتكام الى كاهنة فلما ساروا اليها نفد الماء الذي معهم في الصحراء وكادوا يهلكون من العطش حتى حفروا قبورهم بأيديهم فظهرت عين ماء تحت خف ناقة عبد المطلب فشرب القوم جميعا واعتبروا ذلك دليلا على احقية عبد المطلب في ماء زمزم فتركوها له شعر عبد المطلب بضعف مكانته في قومه فنظر ان رزق عشرة ابناء ان ينحر احدهم قربانا عند الكعبة فلما توافر له عشرة ابناء اقرع بينهم ايهم ينحره وفاء لنذره فوقعت القرعة على ابنه عبد الله احب ابنائه اليه فقال عبد المطلب اللهم هو او مئة من الابل ثم اقرع بينه وبين الابل فطارت القرعة على المئة من الابل فنحرها عبد المطلب وتركها لا يصد عنها انسان ولا ينع وتزوج عبد الله بن عبد المطلب امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وكانت من افضل نساء قريش نسبا وحسبا وكان والدها سيد بن زهرة وبن زهرة عشرة من قريش وكان عبد المطلب قد تزوج هالة بنت وهيب ووهيب عم امنة وقد تربت في بيته سافر عبد الله بعد زواجه بامنة بفترة قصيرة في تجارة الى الشام ومر بيثرب المدينة المنورة فمرض ومات بها عند اخواله بن عدي بن النجار وذلك قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت والدته امنة حبلا به ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب بني هاشم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول ولأول عام من حادثة الفيل سنة سبعين وخمسمائة ميلادية وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن نرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأتاه فنظر إليه وحمله ودخل به جوف الكعبة ودع الله وحمده وسماه محمدا وكان هذا الاسم غريبا فتعجب منه العرب وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وقال عظا أنا محمد وأحمد والمقفة والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ومحمد هو اسم مفعول من الحمد ويتضمن الثناء على المحمود ومحبته وأجلاله وتعظيمه وبني على وزن مفعل مثل معظم ومحبب ومسود لأن البناء موضوع للتكثير ويقال حمد فهو محمد وهذا علم وصفة اجتمع الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بضعة أيام وأرضعت معه عبد الله بن عبد الأشد المخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما أمه حمزة بن عبد المطلب ثم التمس عبد المطلب لحفيده اليتيم الذي كان أحب أولاده إليه مرضعا من البادية على عادة العرب وكان العرب يؤثرون البادية وكانت لرضاعة الأطفال ونشأتهم الأولى لما في هواء البادية من الصفاء وفي أخلاق البادية من السلامة والاعتدال والبعد عن مفاسد المدينة ولأن لغة البادية سليمة أصيلة وجاءت المراضع من قبيلة بن سعد بن بكر بن هوازن وكانت لها شهرة في المراضع وفي الفصاحة وأدركت حليمة السعدية هذه السعادة وهذا الشرف وهي ابنة أبي ذؤيب وزوج الحارث بن عبد العزة وله من الأبناء وهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله وأنيسة وحذافة الشيماء وهي التي كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها تقول حليمة خرجت من بلدي مع زوجي وابني الرضيع عبد الله في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضاعاء وكان ذلك في سنة شاباء لم تبق لنا شيئا على أتان لي قمراء تميل الخضرة معنا شارف أي ناقة مسنة لنا والله ما تبض أي ما ترشح بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثديي ما يغنيه أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا لانطلاق قلت والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك يتيم فلأخذنه فذهبت إليه فأخذته ورجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك أي ناقتنا المسنة فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهي ناريا وشبعا فبتنا بخير ليلة فلما أصبحنا قال زوجي تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة فقلت والله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا أي انتظري أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقول والله إن لها لشأنا ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنني تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبا حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم ويسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي شديدا فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلغ فإني أخشى عليه وباء مكة ولم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد أي يسرع فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقى بطنه فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجعه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعان وشقى بطني فالتمسا شيئا لا أدري ما هو ورجعنا به إلى خبائنا وقال لي زوجي يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عليه وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك فلم تدعني حتى أخبرتها قالت أفتخوفت عليه الشيطان فقلت نعم قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لشأن أفلا أخبرك خبره فقلت بلى فقالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به فما رأيت أخف ولا أيصر منه وغادرت حليمة وبقي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم يكلأه الله ويحفظه فلما بلغ من العمر ست سنين تفيت أمه وهي بالأبواء بين مكة والمدينة وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار ومن زيارة لها لأهلها وأصبح يتيما الأب والأم تنتظره أحداث جسام وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي فيجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا بني فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراش ويمسع ظهره بيده وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر ثمان سنين وحضرت الوفاة جده وأدرك أنه ميت فجمع بناته وكن ست نسوة وهن صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى فقال لهن ابكين علي حتى أسمع ما تقول فقالت صفية تبكي أباها أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد وقالت برة أعيني جودا بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر وقالت عاتكة أعيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيامي وقالت أم حكيم ألا يا عين جودي واستهلي وبكي ذا الندى والمكرمات وقالت أميمة سقاك ولي الناس في القبر ممترا فسوف أبكيه وإن كان في اللحدي وقالت أروى بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء هؤلاء هن عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وبيت الفصاحة والكرم مات عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي زمزم والسقاية عليها العباس بن عبد المطلب وهو أحدث أخوته سنا ولم تزل السقاية بيد ذريته حتى اليوم وأوصى عبد المطلب أبا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وانضم إليه وذلك لأن عبد الله أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم أمهما فاطمة ابنة عمر المخزونية وكان أبا طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده فكان إليه ومعه محمد كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة ليس بالنحيف ولا الجسيم عريض الصدر ضخم اليدين والقدمين مبسوط الكفين لينهما قليل لحم العقبين يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتما نبوة وهو شعر مجتمع كالزر وهو أحسن الناس وجها أبيض اللون بياضا مزهرا مستذير الوجه مليحه واسع الفم طويل شق العينين رجل الشعر ولم يشب من شعره الأسود إلا اليسير وإضافة إلى حسن خلقته وسلامة حواسه وأعضائه فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الأيئة والتطيب بالطيب وأما صفاته الخلقية فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعنى خلق عظيم وأكدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أنه كان خلقه القرآن لقد كان لوفاة جده أثر كبير على أحاسيسه إلا أن رعاية عنه عوضت بعض الشيء بالرغم من ضيق ذات اليد الذي أدى إلى المساعدة والعمل والكدح ورعي الغنم في شعاب مكة وفجاجها